السلام عليكم عمر معاكم مايكل بيري يتحدث من جديد واللي ما يعرف مايكل بيري يعتبره من أهم المستثمرين في وول ستريت وذوء التغريدات الشديدة الصعبة يعتبر من المستثمرين المتشائمين بعض الشيء دائما يستغل مراحل الصعبة لعمل الأموال يتحدث في تغريدات كثيرة بالنسبة له في آخر عشر أيام يتحدث عن الأسواق الأمريكية يتحدث عن مرحلة الركود الاقتصادي أيضا يتحدث على الاستثمار في الصين فمن وجهة نظري حلقة مهمة جدا سنتحدث فيها عن أشياء كثيرة دائما نقول الثروات تصنع في هذه الفترة والمحافظة على الثروات مهم جدا كورس متكامل أكثر من عشرين ساعة من المحتوى أعلمكم مالية الاستثمار بطريقة علمية لفترة وجيزة في خصومات تلاق وتفاصيلها في الديسكريبشن ونبدأ طبعا مايكل بيري معروف عنه في وقت الشدة دائما يعمل الأموال الرجل هذا راهن ضد الأسواق في عام 2000 راهن ضد شركات التكنولوجي أيضا قام بالاستثمار في الشركات الفاليو أيضا في عام 2000 فعمل الأموال الكثيرة في مرحلة الدوت كوم بابل أيضا في عام 2008 من الناس الأقلة اللي راهنت ضد أسواق العقار والدين العقاري أيضا عمل أموال كثيرة في تلك الفترة عملوا منه مجموعة من الأفلام يعتبر زي ما قلنا من المستثمرين اللي دائما يستغل الفرص في الفترات الصعبة وعمل تغريدات مهمة جدا من أهم التغريدات اللي سواها في العشر أيام الماضية يتكلم هي عن ما هي استراتيجية الفدرالي في حال دخل الاقتصاد الأمريكي والعالمي في مرحلة ركود بيقولك لا عنده أي استراتيجية ولا يوجد له أي أسلحة لماذا؟ دائما في مراحل الركود الاقتصادي زي ما شفنا في عام 2009 ما رفع الاقتصاد الأمريكي وخرجوا من هذا المأزق هو الفدرالي وضخوا للسيولة ما يسمى بالكوانتيتيتيف إيزين ضخ سيولة وضخوا ما يقارب أتريليونين دولار في فترة قصيرة جدا ارتفعت فيها الأسواق وخرجوا من هذا المأزق ولكن في عام 2021-2022 هذه الخطة والسيولة اللي استمرت معنا لمدة 14 سنة لن تستطيع أن تستمر معنا بسبب التضخم في العادة الكوانتيتيتيف إيزينج لفترات الـ 14 سنة الماضية ما فعلت التضخم اليوم صار في عندنا تضخم عالي جدا بسبب الضخ السيولة الكثيرة ودائما نقول السيولة يساوي تضخم أكثر وسحب السيولة يساوي تنزيل التضخم لذلك يقول لك مايكل بيري أنه الفدرالي ما عنده أي سلاح وقد ندخل في مرحلة ركود تستمر لسروات طويلة فكلام يعني من وجهة نظري خطير ولكن يعني أتفق معاه تماما لذلك أنا حذر بالنسبة للأسواق ودائما ستستمر لفترات طويلة هذا الغير معلوم بالنسبة لنا أيضا يطلع بتغريدة يعني أقدر أقول لخبطت كثير من الناس يقول لك أنا شورت في فترة معين أنا براهن ضد الأسواق ولكن ما حدد إيش بيراهن ضد ثم يطلع بتغريدة أخرى ويقول لك أنا ما براهن ضد الأسواق يعني كانت تغريدة من وجهة نظري غريبة بعض الشيء ولكن نرجع للوراء أنا دائما أقول للمستثمرين المراهنة ضد الأسواق أعتبرها خطر كبير جدا لا أنصح أبدا بالمستثمرين أنه يراهنوا ضد الأسواق لأنه في النهاية بتراهن ضد الأسواق والارتفاع بالنسبة للأسواق يرتفع إلى ما لا نهاية فقد تخسر الأموال الكثيرة أكثر من 100% نقطة أخرى أيضا دائما في المراهنة ضد الأسواق أنه ما تعرف الارتداد وخاصة في هذه الفترة الارتدادات بتكون قوية جدا الشيء الوحيد الذي دائما أقول للمستثمرين هو المحافظة على الكاش وفي حال عندك محفظة كبيرة مثلا أنا ما زلت عندي شركات كثيرة في الأسواق ما بعتقد إيش أسوي أعمل هج أو أراهم بعض الشركات المعينة لكي أحمي محفظاتي من النزول مايكل بيري يتحدث ويقول لك طبعا لو ننظر إلى محفظاته الاستثمارية فهو يعني دائما أسيتس أندر مانجمد أو عنده أموال للاستثمار ما يقارب المليار دولار لم يستعمل ولا حتى 5% من هذه الأموال لأنه محافظ يستخدم هذا الكاش لاستغلال الفرص قد تكون القادمة أيضا أعتقد أنه عمل التغريدة المتناقضة هذا لأنه عمل تغريدة أخرى ويقول لك أنا أفضل الاستثمار أو أنا أفضل هونغ كونغ ما يعني بهونغ كونغ يعني الشركات الصينية المدرجة في هونغ كونغ والأسواق الصينية طبعا لو تتذكروا من شهر بالضبط عملت يوم 26 أكتوبر عملت هذا الفيديو المهم جدا تكلمت فيه كانت الأسواق الصينية بتنهار انهيار غير طبيعي عملت هذا الفيديو قلت لكم أنا كمستثمر في الشركات الصينية ما زلت مؤمن نصحت المستثمرين أنه لو نظرتك طويلة بالنسبة للاستثمار فالشركات الصينية اليوم أسعار أقل ما يكون وبالتحديد هذا اللي صار من الفيديوهات المهمة شاهدوه أيضا شان تاخدوا وجهة نظري ماذا يحدث بالنسبة للأسواق أيضا عملت تغريدة مهمة جدا مقتبسة من مايكل بيري تكلمت أنه بيري بيقول أنه مؤشر الهيلسينك اللي هو هونغ كونغ اللي فيه الشركات الصينية يصل إلى نقطة لم نشهدها من عام 1997 هذه التغريدة فيه 26 أكتوبر الإنتاج المحلي بالنسبة للصين تضاعف 18% من عام 1997 المضاعفات الربحية اليوم للشركات الصينية تصل إلى 6 أرقام قياسية تاريخية لم نشهدها وفي عام تخيروا في عام 1997 كان المضاعفات أو الملتبل 20 بالنسبة للأسواق الصينية شوفوا قد إيش نزلت بسبب السنتيمت وبسبب أراء الناس تخيلوا أن الأسواق الأمريكية اليوم فوق العشرين أسواق الصين ستة لماذا كل هذا الارتباك تكلمت فيه في هذه الحلقة لماذا كل هذا الارتباك مع العلم أنه الآن يعني الحكومة سيطرت على كل شيء بالنسبة لها قد يكون الطريق إيجابي بالنسبة لها للمستقبل فهذه التغريدة أيضا والفيديو جاء في محلة لأن الأسواق الصينية ارتدت ارتدادات قوية جدا تخيلوا فقط اليوم يا جماعة أسواق هونغ كونغ مرتفعة أكثر من 3% 4% اليوم فقط المحفظة الاستثمارية مرتفعة 73 ألف دولار في يوم معه نذكر الناس طبعا ومهم جدا أخطاء كثيرة عملت في الاستثمار في الصين لأني دخلت مبكرا في الشركات فما تروه اليوم هو فقط ردة فعل مما كان نزول وبعض الشراء اللي صار أكثر من المطلوب للدولار كوست أفريجي ولكن لما ننظر إلى الاستثمار كشركات كبزنس في النهاية احنا بنشتري بأسعار رخيصة حتى لو نزلت في الفترات القصيرة دائما نقول درس مهم في البير ماركت الأسعار الرخيصة ممكن تكون أرخص وأيضا مهم جدا في مراحل البير ماركت لأنه لا تعتمد على العلم فقط إنما تعتمد على مشاعر الناس فأحيانا يصير فيه نزول شديد زي ما صار يوم 26 أكتوبر أعتقد كان النزول من وجهة نظري صعب جدا يعني لدرجة أني صراحة صدمت وهذا عارف أنه نحن دخلنا في مرحلة الفاينل الفاينل هذه الفنالي الفنالي بالنسبة للأسواق وهي الانهيار الشديد جدا أعتقد كان 26 أكتوبر هي النقطة المفصلية لذلك تلاقي ارتداد 73 ألف دولار في يومها شركة علي بابر التي تعتبر من الشركات الكبيرة مرتفع 21 بايدو كثير كل الشركات اليوم مرتفع ارتفاعات كبيرة جدا في الأسواق وطبعا لو ننظر إذا ما ماذا حدث من أكتوبر 26 الأسواق ارتدت ارتداد مستقيم نقدر نقول شركة علي بابا تخيلوا ارتفعت 50% في ظرف شهر فقط فكان من وجهة نظري كل الناس اللي دخلوا في هذا الاستثمار فيعني عملوا هتعملوا إن شاء الله لها سنوات وسنوات طويلة جدا حتى يعني تكلمت في هذا الفيديو عن الشركات الصينية كيف أسعارها رخيصة ولكن ما شاركتكم بالتقرير الربعي لشركة علي بابا اللي من وجهة نظري كان تقرير لا بأس به في ظل الظروف اللي موجودة شوفوا المبيعات بالنسبة للشركة ارتفعت 3% ولكن ما عجبني في شركة علي بابا هو ما فعلته في المحافظة على التكلفة عملت يعني نزلت كل التكلفة بالنسبة لها لذلك الأرباح من العمليات ارتفعت 68% تخيلوا في ظل الظروف الصعبة هذه شافوا أن المبيعات ما هي بهذا المستوى قالت لا خلينا ننزل التكلفة بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة للشركة لذلك كان ارتفاع 68% فاعتبروا أرقام جيدة بالنسبة للشركة أيضا لو ننظر إلى الـ EV هو عبارة عن سعر الماركت كاب بالنسبة للشركة لأنه عندها كاش عالي جدا شركة علي بابا لذلك تلاقوها أرقام تاريخية أيضا قليلة جدا الاستثمار فيها من وجهة نظري شركة علي بابا دائما نتكلم عنها بالإيجابة أعتقدها شركة جيدة ما أثر عليها هي بعض الضوابط الحكومية وأيضا السنتيمنت الواطي ولكن أعتقد أنه تنمو 3% في ظل الظروف الصعبة في ظل منع التجول في ظل مرحلة اقتصادية جدا صعبة بالنسبة للمواطن الصيني دخل المواطن بينزل كل الناس اللي عندها عقار عقارهم نزلت تقريبا 50 فلو فأعتقد مؤشرات إيجابية إذا الشركة ما زالت تستطيع أنه تحافظ على أرباحها أيضا تكلمت عن شركة تنسنت في هذا الفيديو تلكم من أفضل الشركات بالنسبة لي ارتدت تقريبا 60% في ظرف شهر ومن الشركات المميزة أيضا فعلت ما فعلته شركة علي بابا النمو كان قليل جدا بالنسبة للمبيعات ولكن أيضا بتحافظ على التكلفة شالت جزء كبير من الموظفين لحماية الشركة وأرباح الشركة ففعلت أشياء كثيرة مقارنة مثلا بالشركات الأمريكية تلاقي المبيعات قاعدة تزيد بسبب التضخم ولكن التكلفة والأرباح قاعدة تنزل ما فعلته الشركات الصينية هي المبيعات ما بتزيد ما بتقل يعني بيحافظوا على المبيعات ولكن بينزلوا التكلفة بالنسبة للشركة لذلك تلاقي الأرباح ما تغيرت الهوامش الربحية زي ما انتو شايفين نفس الشيء 28-28 فقدر أقول لكم محافظة جيدة غير فعلت شيء مهم الشركات الصينية علي بابا باي باكس بشكل عالي قامت بشراء أسهم كثيرة وهذه الأسهم كنسلتها لذلك حصتك في الشركة بتزيد شركة تنسن توزع تقريبا 20 مليار دولار بأسهم شركة مينتوان طبعا لكل شخص عنده عشر أسهم في شركة تنسن يستطيع أن يأخذ ربح موزع شركة مينتوان أو سهم واحد لشركة مينتوان هذه الأشياء طبعا كلها مساندة للمستثمرين بتوريك الشركات الصينية ثقوا فينا احنا هنرجع لكم واعتبر هذه خطوة مهمة جدا توزيع أرباح شركات بحجم شركة مينتوان اعتبره شيء ممتاز جدا أيضا في الأيام الأخيرة اعتبر خطوة مهمة جدا بعد ما استطاع جي جي بين الرئيس الصيني بأخذ كل القوة في الصين أعتقد أنه اليوم صار أصبح أقوى رجل ربما في العالم عنده يعني اقتصاد قوي عنده جيش قوي عنده كذا ولا عنده أي خلاف قد يكون شيء إيجابي قد يكون شيء سلبي ولكن اليوم الشعب الصيني يخرج ويتظاهر ويقول لك احنا تعبنا من اللوكداون أو منع التجول وما فعلته الحكومة الصينية من وجهة نظري خطوة زكية جدا هي تراجع بعض الشيء عن القرار الناس تعبت ويا جماعة الاقتصاد مهم جدا فهذا التراجع يعطيني انطباع أنه فيه بعض اللينيانسي أو تغيير الفكر بالنسبة بعد ما صار فيه ضغط من الشعب فعتبره مؤشر إيجابي الخطوة القادمة اعتقد في الأسواق الصينية هي الكوفيد زيرو بوليسي تنتهي يفتحوا الاقتصاد للعالم ماذا يفعل الدولار يبدأ ينزل زي ما صار في الفترة الأخيرة اليوان يبدأ يرتفع كل هذه مؤشرات إيجابية يبدأ أسواق العقار تبدأ تتحسن بعض الشيء ثم يبدأ ضخ السيولة في الاقتصاد مرة أخرى لأنه التضخم غير موجود في الصين في هذه الفترة فقط عندهم مرحلة انكماش اقتصادي يدفوا الاقتصاد بعض الشيء وتبدأ الحركة الاقتصادية في الصين مرة أخرى وترتفع مرة أخرى فلكل الناس المستثمرة في الشركات الصينية أعتقد أن والله أعلم أن الفرش قد يكون قادم لكل الناس اللي غير مستثمرة في الأسواق الصينية قد تكون انظر حلل بنفسك خذ آراء مختلفة أعتقد أن اليوم الأسعار مناسبة جدا للاستثمار فيها ولكن يوجد زي ما قلنا مخاطر كثيرة في الأسواق الصينية ولكن إذا نظرتك طويل أعتقد أنه كل شيء يتحسن في المستقبل إن شاء الله استفدتم من حلقة اليوم شكرا وإلى اللقاء